عندهم مشاكل في الديسكو وانتبعوا على حركات هذه وعملوها وبالأكيد حصلوا على نتائج كويسة طبعا انتو بتكون تشوفوا النتائج إذا النتيجة كويسة وأنا خففتلي الألام وريحتني وكذا أنا ما إليش أصلا شو المشكلة كانت خلاص أنا لا بدي أكل عنب ما بدي أكاتل النطور فالعنب اللي هو إنه نخلص من الألم بدك تخلص من الألم اعمل الحركات هاي البسيطة انتبهش كيف بتنعمل وشو تنعمل بتخلص من الألم بس اعملها بشكل منتظب كابلها مياه ساخنة وقد ما تعمل أكتر قد ما صارت نتيجة أفضل وفي خلال فترة الشفاء اللي ممكن تكون أسبوع أسبوعين كل ما سرعتوا أكتر بتسرعوا من الفترة هذه تصور إنه عندك جروح جروح هنا في الإسبع هذا وظليتك تحني إسبعك بالطريقة هذه الإسبع هذا بظل مفتوح الجروح بظل مفتوح ما في يا جماعة ما بنقدر يكون في عنا ديسك ونظلنا نحن 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 لقدام أو نعمل أي شي لقدام لأنه في هاي الحالي أنا عندي جروح في ظهري بظلني أفتح الجروح أفتح الجروح أفتح في الجروح بالأخير لا أستطيع أن أسكر الجروح هذا لأنه ظلت أفتح فيه فإحنا الهدف من هذه الحركات الأوارة كمان أنه نسكر الجروح نسكر ليس بس نرجع الديسك رجعنا الديسك شن الألم بس ممكن الديسك بيضل رايح جايما وداخل وطالع لما يطلع يضغط على العصب من رد نرجعه لساعة ساعتين برد يطلع لأنه بنرد نحن نحن نعمل شغلة غلط برد يطلع بصير يعطينا ألم برد نعمل الحركات هذه يعني بنصير نلعب معه زي ما بدنا لحد ما يقتنع حضرته إنه لازم يضله داخل جوا ويسمح لها الخلايا هاي للسفنج اللي بره اللي تمزقت إنها ترجع تبني وسعيتها هذا الجروح بيكون ثابت مش زي المناطق الثانية في الجلد بس بتكون يعني أموره ثابتة وما بسمح له المادة الهلامية هاي تطلع لبرا وهاي قصتنا مع الانزلاقات الغضروفية اليوم اللي هي بتسبب الكثير الكثير من المشاكل ومن الألام فرجناكم السفنجي هادي اللي هي زي الغضروف كل ما تضغطوا وكل ما تضغطوا لورا بتزيحوا للاتجاه المعاكس يعني هي حركة ميكانيكية زي حركة الصبونة يعني حطوا صبونة عندكم بين إيديكم إذا حطينا صبونة للأسف فيش عندي صبونة بتحطوا شكفة صبونة شكفة صبونة هلا إذا بترفعوا إيديكم بالطريقة هادي لما تحنوا حالكم لكوا قدام أنتوا قاعدين الفقرات هادي بتتعمل بالطريقة هادي بترفع بترفع وبتضغط من الاتجاه اللي لورا وبتضغط للاتجاه هذا فالصبونة في هاي الحالة حتنزلك وين حتنزلك حتنزلك في الاتجاه المعاكس أنا عملت هيك الصبونة بتروح لهيك إذا عملت هيك الصبونة بتيجي لجوة هاي هي الصبونة هاي هو الدسك هذا هي المادة الغلامية إذا بعمل إنحناء للأمام أنا بدفع الصبونة لورا لورا وين باتجاه العصب وباتجاه النخاع الشوكي يعني أنا بدفع في المشكلة بقولها روحي على اضغطي على العصب وهذا اللي بسبب لي العركنسة والألام اللي بتنزل على الرجلين إذا برجع حالي لورا في هاي الحالة أنا بضغط في الاتجاه الجيد فبرجع الصبونة هادي لما أرجع الصبونة بظل عندي مشكلة بس أعيد التقام الغضريف هادي أو اللاذ وهذا برجع لموضوع التغذية كمان والأكل الصحي طب يا شو ممكن نوكل بشكل يعني سريع إذا كان عندنا مشاكل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر